يفوز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لعب في الدولة الإنجليزية من البريميل ليج محمد صلاح لسه من قريب من حوالي أقل من شهر فاز بجائزة رابطة الكتاب الرياضيين وبفارق كبير جدا عن دي بروين النهاردة دي بروين بيفوز بجائزة أفضل لعب من البريميل ليج ناس كتير هتقول لك يعني إيه الفرق اللي حصل في خلال الفترة والحقيقة أن الفارق اللي حصل بالنسبة لي هو دايما مشكلة الجواز الفردية وهي توقيت التصويت في الجواز الفردية ليه أنا بقول كده هقول لكم كيفين دي بروين الموسم ده سجل 15 جول وصنع 7 وصلاح الموسم ده طبعا الأرقام دي في الدوري بس صلاح في الموسم ده سجل 22 جول وصنع 14 ومحمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي وأكتر لعب صنع أهداف الدوري الإنجليزي لحد يناير يعني من بداية الموسم لحد يناير دي بروين كان بيلعب واحد من أسوأ مواسمه مع منشستر سيتي لدرجة أرقامه قليلة جدا أرقامه وإنتوا ممكن اللي مش متابع أو مش هيصدقها دي بروين سجل لحد يناير من بداية الموسم خمس أهداف وصنع جول واحد وصنع ألعاب محمد صلاح لحد يناير سجل 15 جول وصنع عشرة شايفين الفارق الكبير؟ طيب الدروب حصل فين؟ الدروب حصل بعد خسارة نهائي كاسهم الأفريقية صلاح سجل سبع أهداف وصنع أربعة ودي بروين سجل عشرة جوال وصنع ستة فدي بروين تفوق في النص الثاني من الموسم يبقى معنى كده أن الفارق الكبير أو الفارق اللي خلى دي بروين تروح له الجايزة هو وقت التصويت وقت التصويت هو العامل الحاسم الشورت لست تعلنت في مايو والجايزة قدمت في مايو فالجايزة دي بتتقدم على أساس إيه؟ بتتقدم على أساس لجنة من الخبراء تصويت لجنة من الخبراء تصويت الجمهور وتصويت كباتن فرق الدوري الإنجليزي الممتازة فمن هنا بتيجي المشكلة إن لو أنت مثلا طلبت من الناس من الكباتن أو من الجمهور يصوت بعد جولة سجل فيها كيفين دي بروين سوبر هاتريك زي اللي حصل ضد وولفر هامتون ومسجلش فيها صلاح أو مسجلش فيها سن إيه اللي حيحصل الناس غزب عنهم عاطفيا حيختاروا دي بروين مش هيحسبوها بقى مفيش حد فيهم يعني حيقود بقى يحسب والله لا ده من بداية لا ده صلاح تعرض للظلم لا هو عاطفيا وتحت تأثير تقلق كيفين دي بروين وتراجع محمد صلاح أو تراجع سن هيختار كيفين دي بروين رغم إن حتى رقميا لو عايزين نشوف يعني مين عامل ريمونتا ده فعلا في سباق هداف الدوري الإنجليزي فهو سن يعني سن بقى بالمنظر ده كان يستحق إن هو ينافس دي بروين مش محمد صلاح هو اللي بينافس دي بروين فالحقيقة إن هي المشكلة دايما بتاعة الجواز الفردية في معادة التصويت بعيدا بقى عن جو المؤامرات بتاعة الرعاة والرعاة هم اللي بيختاروا والكلام ده لا مشكلتي دايما مع الجواز الفردية في وقت التصويت إنت هتبعتلي استمارة التصويت دي إمتى هتبعتلي في أغسطس ولا في سبتمبر ولا في يناير ولا في مايو ولا في يونيو طب إنت هتبعتلي بعد جولة أنا سجلت فيها أربع أهداف ولا بعد جولة أنا مسجلتش فيها هي دي المشكلة فالنهاردة إنت بتعلن أفضل لعب في الموسم رغم إن مثلا مثلا تعالوا كان نفكر في سيناريو مجنون بكرة حسم الدور الإنجليزي ليفربول محتاج الفوز على وولفر هامتون مع تعثر منشستر سيتي ضد أستون فيلا لنفترض إن بكرة محمد صلاح سجل سوبر هاتريك ضد وولفر هامتون ودي بروين لعب مطش سيء ضد أستون فيلا فليفربول كسب هو الدور الإنجليزي هل وقتها يبقى محمد صلاح وأفضل لعب في الدور الإنجليزي ولا دي بروين وأفضل لعب في الدور الإنجليزي هي دي المشكلة فطبعا هي ممكن يبقى لها حلول مختلفة شوية إن مثلا اللي يفوز بالجائزة هو أكثر لعب فاس بجائزة أفضل لعب في الشهر يعني عارفين إن فيه دايما البريميل ليج بيقدن جائزة أفضل لعب في الشهر فهل مثلا محمد صلاح فاس بها خمس مرات دي بروين فاس بها ثلاث مرات يبقى محمد صلاح كده هو كمجمل أفضل لعب في الدور الإنجليزي يعني ممكن يكون فيها كده هل مثلا تتبقت استمارة لنفس اللاعبين كل شهر يعني مثلا كل شهر اللعبة تختار مين أفضل لعب في الدوري دلوقتي مين أفضل لعب في الدوري دلوقتي مين أفضل لعب في الدوري دلوقتي وبعد كده يتم في النهاية حسم الأصوات دي كلها حلول أنا بفكر فيها معاكم لكن ان النهاردة انت تبعتلي دي نختاري النهاردة مين أفضل لعب في الدوري الإنجليزي بعد جولة فيها لاعب سجل أربع أهداف ولاعب مثلا غبل الإصابة أو ما كانش موفق وهو الراجل ده مثلا عامل موسم متوسط اللي سجل أربع أهداف والتاني مثلا عامل موسم جايد فأقوله بس الدنيا وقفت معاه شوية فده طبعا أعتقد أنه ظلم كبير جدا لفكرة الجايزة نفسها لقلية الاختيار نفسها شكرا